اشتركوا في القناة 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 هيا لا بالحظيم عطنك شيخ مارك سكس الإدارة نعم شغل عندي الان لا تحاطي تمام يلا أنا قلت إن يقبل أيونا المراجعين على أساس الخصوصية والبرايبسي يعني الجزء من الخصوصية طوال كل مكان في العالم تتسير في الجرسي سعال المعربي لحن فكرة النظرة للطب النفسي لحن فيها نوع من عصمة العارة المجتمعية وهي غلط، نحاول نغيرها فتشوف دائماً مثلاً أنا جدول المراجعين مو نس الوقت يعني بينهم فجأ شيء خمسة جاقعة حتى لو في أحراج أحد يصادف بعض بلويت مجنون ما تقول حتى دزاين الويت مجنون ما تشوف يعني مفصول كل واحد يقدر يقعد بروحه صح 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 تشوف بحار يقرأ صح صح لازم نحترم هذا الشيء أنا أعتقد أننا في المستقبل سيصبح الطب النفسي شيء عادي بس سأخذ وقت بلا شك بلا شك يعني أنا تدري شنو اللي ممكن يساعد وأنا شفتك أنت أيضاً تكلمت عن هذا الموضوع لمن السلبرتيز صح يتكلمون عن هذا الموضوع ويبينون أنه هذا شيء عادي يعني مرايا كيري قالت أنه عندي قطب البرينس هاري قال شنو أظن عنده ما أدري شنو كان عنده صح صح لكن السلبرتيز العرب بعد ليل يحتاج إلى خطوة يحتاج إلى خطوة عندما كنا ندرس في كندا كان فترة حملة سوها المستشفى اللي أنا كنت أدرب في واحدة مستشفيات درب نفس المستشفى فترة طرنتو جنرال بس أكو مستشفى تذكرها كاميتش نعم مالتسنتر صح النفسية اللي هو أكبر مستشفى صحة النفسية بالعالم كاميتش أكبر مستشفى صحة النفسية كاميتش فسووا حملة على السلبرتيز الكنديين لعبين الهوكي مواثلين وحطوا صورهم على الباصات على السبوي كل مكان فلان مشهور يقول أنا كان عندي اكتئاب وتشافت أنا كان عندي قلق وتشافت يعني بعيد ناس عبالهم من الطب النفسي هو بس السؤال فلانا نعم هو يعني حتكلم عن عضو المخ المخ يتحكم بالحركة حركتنا الجسمانية صح وحسنا السنة الجسمانية شونا عرفنا هذا حار ولا بارد ولا يابس هذا الجزء اللي غطونا طباء المخ العصر لكن المخ كذلك يتحكم بالإدراك أو بالتفكير هذا الجانب نحن نغطي مثل مرض مثل الألزهايمور أو مشاكل الذاكرة أنتو تغطونا نحن مع الطباء مع المخ العصر هذا فيه أغلاب لكن في جانب بس نحن نغطي اللي هو المشاعر المشاعر هين هي مو من هنين هاي من هنين هل تحب من قلبك ولا تحب من مخ هو الأحساس يعني المخ برمجل الأحساس هنين أو ممكن يسوي عراض جسمانية للمحب صح خطقان وأشياء لكنهو البرمجة الكيميائية وينها تصير بالمخ؟ بتصير بالمخ حتى محدثتنا الحين وتواصلنا وبناء علاقة وإنهاء علاقة وهذا تصير عن طريق المخ فهذا الجزء اللي غطيب للطب النفسي لكنهو أساسا مرض عضوي بالمخ كذا نجحنا هذه القرابة فإذا أي جزء اختل من ناحية شكل المخ أو تواصل المخ الكيميائي يتأثر الإنسان بشاعره بتواصله بحركته وذلك الناس لديهم مشكلة يعني دائما يفسر الطب النفسي أو مشاكل نفسية إنه هي شيء ثاني إنه هي ضعف إيمان ولا ضعف يعني خنقل قوة الشخصية صح صح يعني أنا الكثير الكثير من الناس يقول لا 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 تروحك طبيب سو اقعد بروحك وسو تأمل أو اقرأ قرآن أو صل أو هذه الأمور كلها راح تطلعك من مرض الاكتئاب لا تطلع من الحزن تطلع من الحزن كل الأشياء اللي أنت ذكرتها أنا كطيب النفسي أمارسها لما أنا أكون زعلان لكن النقطة اللي أبي أكد عليها مرض الاكتئاب مو زعل صح مرض الاكتئاب حزن مع عراض أخرى كثيرة والنقطة المهمة أن يؤثر على الفعالية بالحياة دائما يقول ما هو الفيصل لأننا لا نحن لدينا فحص دائما يقول أن شخص اكتئاب الآن لا نحن لدينا سوف يخرج من المستقبل نعم الفيصل هو هل الأعراض اللي أنت تعاني منها اللي هي وصلت الدرجة نحن نسميها كتئاب كلينيكي هل أثرت على قدرتك الأكاديمية أو تواصلك الاجتماعي أو قدرتك الوظيفية هني أثرت على أحد وضائك في الحياة الأساسية الثلاثة فمعنات أن تأثيرها كبير لا تأثيرها كبير نعم 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 عندي مريض سوينا له زراعة شرانين وبعدين أهلا بدوا يقولون أنه ترى متغير على إنه شون متغير على إنه إنه والله دائماً ضايق خلقة وزعلان وماية بياكل وما عنده استمتاع بالأشياء اللي كان يستمتع فيها قبل مو قادر ينام فأنا وهذا شيء يديد يعني هذا بعد العملية يعني بعد ما طلع من العناية المركزة وراح الجناح هذه الأشياء أو هنقول الشكاوي اللي الأهل وصلوها لي فأنا قلت هذا أكيد عنده اكتئاب نعم سؤالي هو ليش يعني أنا شوفه هذا بشكل مستمر يعني هذا مو حالة فردية بعد عمليات القلب الكثيرة أن المريض يحس باكتئاب وهذا شيء مدروس على البكرات خلنقسمها جزئين أكو ناس فعلا يصير عندهم مرض الاكتئاب الكلينيكي بعد أي صدمة نفسية كبيرة بحياتهم وجراء عملية ضخمة متغير قدرة الاعتماد على الناس والحيوية والأشياء هذه طبعا تعتبر صدمة نفسية كبيرة نعم فقد يدخل بالاكتئاب الكلينيكي الذي يعتبر مرض نعم طبعا عندنا بعض الناس يصير يدخل بشيء اسمه adjustment disorder adjustment disorder يعني اضطراب التكيف أو التأقلم نعم الناس تغير الظروف حياته ويأخذ وقت على ما يتأقلم على هذه الظروف اليديدة وقد يتحسن روحه من غير التدخل خلنقل البيولوجي أو الدوامي ممكن حتى من غير التدخل بنفسي بس دعم أسري وطاقي يعني يرجع لل الروحانيات والرياضة وأشياء هذي ممكن يتحسن شون تخرق الاثنين شدة العراب يعني إذا الواحد فعلا يبدأ يؤثر على شهيته للأكل على قدرته على النوم على تواصله مع الآخرين حزن شديد تكيرا الحياة ما تسوى عادل أمل بالحياة نعم هنا يدخل بإكتئاب وطبعا هذا شيء مدروس هذا من الأشياء التي يدخل طب النفسي مع طب القلب أن هناك الكثير من الناس التي نسميها سكتة قلبية أو عملية كبيرة ممكن يدخل بإكتئاب طبعا هناك ارتباط بيولوجي ليس فقط نفسي أن نسبة الانفلميشن أو الالتهاء تزيد بعد عملية كبيرة أو سكتة قلبية وهذه المواد والبروتينات التي تسبب الانفلميشن أو الالتهاء تدخل حتى بالمخ فتأثر بيولوجيا على المخ وممكن نسبة موصلات الإشارة العصبية التي توصل السعادة وتوصل الأمل والشياء هذه لكنها حاسيس كيميائية ممكن هم تتأثر فالواحد يدخل بإكتئاب هناك نطة مهمة أن مرض الإكتئاب ليس فقط الإحساس بالحزن أو عدم الرغبة هناك سبع عراض أخرى يجب وجود على الأقل خمسة منها لكي نقول هذا دخل بإكتئاب كذلك بعض الانتقادات في الطب النفسي أننا سوينا من الشعور الإنساني الطبيعي مرض نعم وهو الحزن وهذا أكثر شيء ينكرر لأنني دائما أقول حتى الطبيب النفسي يأزن نعم إذا أنت لا تحزن أنت مو إنسان صح لكن إنما الحزني تستحب معه مشاكل بالشهية للأكل والنوم ترى عن فكرة حتى بعض الأشياء عضوية تصير يعني واحدة من أعراض الإكتئاب هو بطء الحركة الجسمانية مثل هذه ما علاقتها بالحزن وهذا دليل أنه مرض عضوية وقلنا المخ أحد الأشياء التي تتلفيه والحركة الجسمانية صح فتتأثر حركة الجسمانية ها فكون المحرك اخترب التأثير ما لبعدين رح يأتي وليست مشكلة بالمثلمات الفضلات بالإيمان أو مشكلة بالقوة الشخصية تدخل قبل لا على قولتهم يطيح الفاس بالرأس ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر